انا شاب متمسك بديني والحمد لله وقد قررت الزواج من فتاة ولكن اهلها في وقت الخطبة اقاموا حفلا كبيرا واحضروا فرقا غنائية وحدث في هذا الحفل ما يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف وكان ذلك على غير ارادتي فقد حذرتهم من ذلك ولم اساهم معهم بشيء في تكاليف ذلك الحفل ولكني اخشى ان يتكرر هذا في يوم الزفاف ولذلك فقد حذرتهم من مثل ذلك ولو وصل الامر الى فسخ النكاح فهل انا على حق في اصراري هذا حتى لو ادى الى الطلاق ام لا وما هي نصيحتكم الى مثل هؤلاء من الذين يسرفون في حفلات الزواج ويخسرون المبالغ الطائلة فيما لا فائدة منه بل قد يجنون منه الاثم والغضب من الله اولا نشكر السائل على غيرته لدينه وعلى انكاره المنكر ونرجو ان يثيبه الله وان يثبته على انكار المنكر ولا شك ان اقامة هذه الحفلات عند العقد او عند الدخول انها مخالفة لما جاءت به الشريعة من تيسير الزواج وتخفيف من مأونته والاعانة عليه بكل الوسائل الممكنة فهذه الحفلات اذا خلت من المنكر فهي اثقال لكاهل الزوج واسراف وتبذير اما اذا اجتملت على منكر وعلى اغاني كما ذكر السائل او ربما على اختلاط بين الرجال والنساء ومنكرات فهذه جريمة اخرى ومنكر اخر الحاصل انه لا يجوز اقامة مثل هذه الحفلات لما فيها من الاسراف والتبذير وعرقلت الزواج بالنفقات الباهظة ولما فيها ايضا وهو اعظم من المنكرات التي تكتنفها فعلى المسلمين ان يتقوا الله سبحانه وتعالى وان يتجنبوا مثل هذه الامور والاحتفال وقت الدخول اذا لا خلى من المنكرات وخلى ايضا من الاسراف والتبذير لان يجتمع مثلا النساء على حدة ومستورات في مكان صين وحصل شيء من الضرب بالدف لإعلان هذا النكاح فهذا لا شيء طيب وهذا سنة اما ان يكون هناك حفل مختلط يكون فيها صوات مطربين مطربات ويكون هناك شيء من المحرمات فهذا لا يطره الاسلام وهذا فوق كون هذا من الاسراف والتبذير وعرقلت امور الزواج فالحاصل انك على حق ايها السائل في انكارك لهذا الصنيع وعليك ان تستمر في الامتناع منه والانكار عليهم لعل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بك وان تكون قدوة صالحة لغيرك جزاكم الله خيرا